اشتركوا في القناة وزي ما قالت النهاردة اسمع نتكلم معاكم عن الفن والاعمال الدرامية الرمضانية وفي الحقيقة طبعا الكلام عن الفن الكلام بيبقى ممتع جدا والحقيقة كانت الاعمال الدرامية السنادي قوية جدا ومن اهم المسلسلات السنادي كان مسلسل الاختيار ومسلسل لعبة نيوتن السباق الرمضان في 2021 كان ممتلأ بالتنوع والاختلاف وكان النقد كبير جدا وكان الحب كبير جدا ولكن كانت النقد كبير جدا في مسلسلات معينة مثل لعبة نيوتن ومسلسل الاختيار كانوا اكوى اتنين لكن نسر الاغراب يأتي فيه النقد الكثير مثل حيث كانت الفنانة النقدة الكبيرة مجدى خير الله وضحت عن افضل مسلسلات رمضان 2021 وكم من اهم المسلسلات كان مسلسل لعبة نيوتن للفنانة مونة زكي لانه كان قوي جدا من حيث التصوير والاخراج وابدعت فيها الفنانة مونة زكي وفريق العمل كامل فعلا مونة زكي كانت متطورة جدا وكانت جمعت بين الشخصيتين كلنا متعودين ان الشخصية يا اما جانب شرير او جانب طيب لكن هي استطاعت ان هي تجمع بين الشخصيتين عملت جانب حلو قوي ربطت بين الطيب والشرير في البداية وفي النهاية تمام طبعا مونة زكي قدمت الشخصية قدمت شخصية كانت تحمل شخصية الطيبة والشريرة وهذا الامر الذي اربك الجمهور وكان مصير للجدل فكانت لعبة نيوتن مسلسل لعبة نيوتن رقم واحد من وجهة نظر الفنانة النوقدة مجدى خيرال فعلا ولكن ما ننساش في المقابل مسلسل الاختيار اللي ابرز اهمية كبيرة جدا عن الدراما والتوصيق لانه جمع بين الدراما والتوصيق وبين احداث كتير جدا ما كناش نعرفها عن رابعة وعن الاحداث اللي حصلت فيها للصغار والكبار فهو يوضح الرؤية للجميع والله يا زميق يا اسمة مسلسل الاختيار من المسلسلات اللي كانت نجحة السنة دي ومسلسل الاختيار ظهر دور الشرطة المصرية كثير من الشعب المصري وكثير من الجمهور كان مغيب عن كثير من الأدوار التي تكون بها الشرطة المصرية ولكن بعد مسلسل الاختيار اتنين ناس كتير غيرت فكرها ووعيها عن الشرطة المصرية الشرطة المصرية بتحمي الشعب وطبعا المسلسل الاختيار كان بيمثل من 2013 ل2021 طبعا كان فيه ناس زغيرة في السن أكيد يعني إن شاء الله بس هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني إبقوا معنا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وزاي ما كنا بنتكلم عن الاختيار وعلي كان بيتكلم مسلسل الاختيار كان حلوة قوي علي وازاي جمع بين الدراما والتوصيق في نفس الوقت والله أسمى أنا شايف أن مسلسل الاختيار كان يعتبر رقم واحد السنة دي في مصر لأن مسلسل الاختيار بيظهر حكتين الحاجة الأولانية أنه بيدي طاقة إيجابية للشعب المصري الحاجة التانية أنه بيبين لك دور الشرطة المصرية في القضاء على أي أحداث شغب أو الأحداث والعملات الإرهابية التي تكون بها الإرهاب في مصر ده حقيقي وكمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي كانوا مسلسلين الضوء كويس قوي وعرفوا يبرزوا حاجات كتير كتغيبة عننا وفيه أجيال كتير ما حضرتش موقع رابعة ولا فض الأحداث فعرفت كتير جدا من المسلسل كان مسلسل رائع وطبعا فيه مسلسلات تانية أسمى ظهرت برضو في رمضان السنة دي كان طبعا مسلسل نسل الأغراب للفنان أحمد السق أو الفنان أمير قرارة نسل الأغراب كان مهم جدا لكن هو تعرض لنجد كبير النجد اللي حصل أن المخرج في مسلسل نسل الأغراب غير كثير عن الأشياء المألوفة لدى الجمهور المصري عن السعيد طبعا كان فيه مشاهد كتير خارجة أو مش مألوفة أن احنا نشوفها في السعيد كان بتحصل في مسلسل نسل الأغراب وده اللي خلى نسل الأغراب يحصل عليه جدل وإصارة على السوشال ميديا طبعا إحنا كنا متعودين على المسلسل السعيدي زي زقاب الجبل كلنا بنحب زقاب الجبل ونحب نتابعه ومهما ييجي على الشاشة مئة مرة بنحب نتابعه لكن مسلسل نسل الأغراب كان مختلف عرض الحياة السعادية وتقاليدها وعادتها بطريقة مختلفة جدا وده اللي خلىه ياخد نقض كبير عن بقية المسلسلية أكيد طبعا وفيه برضو حاجات حصلت فيه غير مألوفة زي مثلا الماكولة اللي قالها أمير كرارة في المسلسل كتع كتع كسل فالماكولة دي هاتي أسمك خلى الناس هاتي غير مألوفة طبعا عن الجمهور وقتها حتى نزل التريند على السوشال ميديا حتى برضو أسنان أحمد السقة كانت غريبة كان شكلها غريب برضو نزل برضو تريند على السوشال ميديا فكان فيه حاجات كتير خارجة عنه بقية الماكولة دي نزلت على الفيسبوك بطريقة هائلة وبقى ناس في الشارع بيهضروا يضحكوا كتع كسح 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 لبستمرها اوه كانت نزلت ريند طبعا فيه فاتقلب مكاهة في الآخر وفيه برضو مسلسل ملوك الجدعانة برضو كان ناس كتير بيتتابعوا وأثر برضو على الشعب المصري في المناطق الشعبية وكان بيوضح برضو الجدعانة وشهامة المصريين في المناطق الشعبية ومش معنى كده ان الشهامة والرجولة في المناطق الشعبية بس لا في كل مكان في مصر بتلاقي فيه شهامة ورجولة المواطن المصري طبعا وكان مسلسل رائع وكسحة الحب اللي كانت فيه كانت حلوة قوي شدت كتير مننا وكانت حلوة جدا لكن خلص الكلام النهاردة عن المسلسلات اللي تعرضت للنقض والمسلسلات اللي طلعت نومبر وان لكن ما ننساش خبر موحظن لأحزاننا كلنا خبر وفاة النجم الكبير سامير غين ننعي بجانب الحزن والأسى لأسرته ونضع الله أن يتغمضه برحمته الواسعة ونسأل لأهلي الصبر والسلوية ولكن لا تزال أعماله سترسم البهجة والسرور والسعادة على شفاه الجميع وتظل أعماله في القلب إلى النهية وبكده هتكون خلصت فقرتنا النهاردة ورب تكون عجبت حضراتكم ونالت إعجابكم استنونا في فقرة جديدة من برنامج ميديا زوم ترجمة نانسي قنقر